أهم حاجة لأي شخص إعلامي بيشتغل في مجال الميديا أو العلام إنه هو يبقى فيه رد فعلي للشغل بتاعه فأنا طبعاً بعتبر إن الطريقة اللي أنا بستخدمها أثناء التعليق دي إنها لها صدى عند عدد كبير من الناس ده شيء طبعاً بيسعدني وشيء بيحسسني بالمسؤولية وأدقيه إن فيه تواصل وفيه علاقة جيدة بيني وبين الناس صحيح الناس بتحاول إنها تقدمها في السوشيال ميديا بطريقة كومودية طريقة دمها خفيف ده ما يضرش أبداً بالعكس الناس بتتكلم بالتونة والطريقة اللي أنا بعلق بيها في المتشاط أو تقول جمل من الجمل اللي أنا بقولها في افتتاحية المباريات أو أثناء التعليق كان فين هواكي حبيبي من بدري ابدأ بالممكن أنا أريد وأنت تريد ولا سيامة الحاجات اللي هي اللي ارتبطت بزهن الناس أصدقائي اللي بيتابعوني لما بيشوفوني وبيتأكدوا إن أنا أيماً يكشف لأن أنا برضو ما بظهرش كتير ما بطلعش كتير في برامج وكل معظم العلاقة بيني وبين المشاهدين والمسامعين من خلال المباريات كورت القدم لكن اللي بيقابلني ويعرفني بشكل كويس بي دايماً زي ما بيقول كده بيتواصل معايا بقى بالطريقة اللي أنا بعلق بيها فطبعاً ده شيء بيسعدني بردو صاحب الشيء تريد العلاق